بعد الاعلان رسميا عن 30 مرشحة لناي جائزة الكرة الذهبية اجتني فكرة التحدي وهي تقسيم 30 لاعب بالعجلة الدوارة على ناديين اثنين ريال مدريد ونادي بارشلونة الاسبانيين نحن نعمل خمس تحديات بين الفريقين لهذا عليك بمشاهدة الفيديو للاخير لمعرفة الفائز بهذا التحدي ومعرفة افضل نادي في التاريخ الان سنقوم بتدوير العجلة واختيار اما بارشلونة او ريال مدريد يلا بسم الله ريال مدريد بارشلونة ريال مدريد بارشلونة بارشلونة تمام الان سنقوم باختيار مدفع الذي سيلعب لبرشلونة من هو سنقوم بتدوير العجلة من روبين دياز هوميلز صليبا كارفاخار روديغير خادرو هوميلز هوميلز سينضم الى بارشلونة من اللعب الذي ينظمه لريال مادريد الآن التدوير على بركة الله من 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 روبين دياز روبين دياز سينتقل لريال مادريد رسميا تبقى لنا اربع لاعبين او اربع مدافعين حاليا يلا بسم الله تدوير ريال مادريد برشلونا ريال مادريد برشلونا مجددا صليبه ام gremaldo ام كارفاخال ام�� دي قر هل سنرة الخيانة من قبل ردي جير وكار فاخال وصليبة صليبة، رسميا في نادي برشلона av liniz أحدهما أهلا سنقوّن بخيانة ريال مادريد أمن سينضموا لريال إذا كان قريما أما sistem فستكون هناك خيانة يلا أما Ti吧 من ينضم لريال مادريد قريما أصبع قريما أون رسميا ر اكتش في نادي المرينج ريال مادريد الآن تبقى أنطونيو ردي جير من سيقوم بخيانة ريال مدريد دعونا نرى نقوم بتدوير عجلة ريال مدريد وبرشلونا من يترى من ريال مدريد الآن ريال مدريد هو الذي سيختار أولا هذه المرة من سيبقى في ريال مدريد كارفاخال أم روديقر يلا تدوير وسنعرف من سيخون ريال مدريد والأكيد أن كارفاخال سيخون ريال مدريد روديقر يبقى في ريال مدريد وكارفاخال الى بارشلونا رسميا الان ننتقل الى خط الوسط ولكن قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك الاشتراك بقناة وتفعيل زر التنبيه تعطون افكاركم وتعليقاتكم في سنوات دوق التعليقات لتدوير العجلة من ستختار العجلة بارشلونا ريال مدريد هذه المرة بارشلونا ماذا سيختار في وسط الميدان هل سنرى خيانة مجددان يلا بسم الله تدوير عجلة الاعبير وسط من 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 اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ضمه الى برشلونا. وهو متألق حالية معاهم. داني اور Hebrews إلى ريال مدريد. يعني خيانة مجددا ولكن هذه المرعة لبرشلونا. الان سنقوم بتدوير العجلة. ريال مدريد هم برشلونا. يلا برشلونا ريال مدريد هذه المرة. سيختار اولا. يلا بسم الله تدوير عجلة لعب الوسطة. من سينضم لي ريال مدريد ومن سيبقى في ريال مدريد. و من 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 سيفق في ريال مادريد والله نجا من الخيانة جوت بيلينكها من سينضم لبرشلونة ديولنا نراي الله فريديريكو والفيردي هاكان هاكان شاناغلو هاكان شاناغلو سينضم لبرشلونة من سيبدأ أولا بالاختيار برشلونة ريال مادريد والأكيد أن ريال مادريد سيختار أولا هذه المرة لم يتبق الكثير هل سنرى خيانة آخر كود بالمور رسميا في ندي ريال مادريد تدوير لصالح برشلونة بسم الله يلا هل سنرى خيانة أتوقع بأنني سأرى خيانة جديدة من قبل لعب ريال مادريد لا فيتينيا جاعب باريسين جيرمان ينضم إلى برشلونة الحمد لله الحمد لله لم نرى خيانة الآن التدوير من جديد ما نصير لأولا برشلونة ريال مادريد يلا ريال مادريد هذه المرة مشتتة تبقى لاعبين من ريال مادريد توني كروش فالفيردي يلا من سينضم لريال مادريد؟ فالفيردي ديكلار ريس رسميا في ندي مادريد الآن التدوير لصالح برشلونة أتوقع بأن ريال مادريد ستحدث الآن يلا بسم الله تدوير العجلة سنرى خيانة نعم لا نرى خيانة الآن ولكن رودري رسميا من السيتي إلى برشلونة ويودع السيتي وغوارديولا تبقى أربع لاعبين بسم الله فالتدور العجلة برشلونة من 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 برشلونة يختار هذه المرة بصعوبة هذه المرة أتمنى أن لا تحدث هذه الخيانة يلا من من خيانة لا لا يوجد خيانة لا يوجد خيانة ولكن فيرتس رسميا في ندي برشلونة كاتالونية يلا ثلاث لاعبين بدويرة للصالح ريال مادريد هذه المرة يلا يلا العجلة توني كروس توني كروس رسميا يبقى في ريال مادريد لا أدري إن كان موجود في اللعبة حاليا أم لا ولكن سنرى الآن تبقى فالتفيردي ومارتين أوديغارد يلا تدوير عجلة ريال مادريد برشلونة ونرى من سيختاره أولا حان وقت الحسم برشلونة سيختار هذه المرة أتمنى أن فالتفيردي سيبقى في ريال مادريد أتمنى ذلك يا الله تفق على يدي هل سنرى خيانة؟ أكيد خيانة أكيد خيانة خيانتان يا فالتفيردي رسميا في برشلونة وصلنا إلى حسم جماعة الخير أتينا الآن إلى الحسم خط الهجوم بالخط النار من سيفوز بمبابي فينيسوس جونيور يامين يامال العديد من اللاعبين الأقوية والخرافيين جدا من سينضم إلى ريال مادريد أو برشلونة؟ من سيختار أولا؟ نعم برشلونة يختار أولا تدوير العجلة بسم الله على بركة الله العجلة فيها الله جمعة الخير لا أدري لماذا ولكن من هولند ينضم إلى برشلونة؟ إيرلينغ هولند الآن التدوير لنادي ريال مادريد من 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 لوكمان لوكمان رسميةol ريال مادريد برشلونة ريال مادريد من سيختار اولا؟ برشلونة برشلونة يختارو أولا من جديد يلا بسم الله تدوير عجلة لعبة الهجوم على بركة الله من من كلين خيانة أخرى يا الله رسمية كلين ان بابي في برشلونة جماعة الخير الآن التدوير في ريال مادريد إن شاء الله ي 가는ía في نيسي الجونيور أعط zas رسمياً، هاريكين ينتقل للريال مدريد يلا ، التدوير جديد عجّلت ريال المدريد بررشلونا دورamorph رسمياً ريال مدريد الأول مرة في خط الهجوم يختار الأول يلاً ي Sverigesd يرد ما ريال مدريد الآن التدوير لبرتلونا هل سيفوزون بفينيس الجونيور؟ لا ندري لا ندري يلا يلا في الفودين في الفودين اختاروا في الفودين صعب 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 على بارتلونا صعب جدا من سيختاره أولا هذه المرة؟ بارتلونا بارتلونا لا يختار أولا تبقى لنا فقط خمس لعبين وبسم الله على بركة الله من سي غريبة 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 وين الوقع يا teenager البارتلونا يا أخذوا لهم كل لعبين تبقى هؤلاء اللعبين فقط لريال مادريد لم تعرف الكثير من باكايوكساكا رسميا لريال مادريد الآن تبقى فقط ثلاث لاعبين يلا من سيختار أولا بارتلونا ريال مدريد wherein يختارو أولا هذه المرة favor، بالسم الله ه particle تدوير وعين Pawара's وووووووووووووو transparency Dvovbeek Dvovbeek很好 في ريال مدريد الآن تدوير بارشلونة 千万 inh الله من 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 ويلامس رميس رميس في بارشلونة kehne سأ捡 oceans لعش n toch Martinis Smerma المنتخب الارجنتيني من سيختارو أولا ريال مدريد برشلونة يلا من سيختار اللاعب ومن سيختار الحارس ريال مدريد سيختار اللاعب الذي سيحصل عليه ريال مدريد إما لوطارو مارتينيز أما الحارس مارتينيز يلا التدوير من سينضم لي ريال مدريد ومن سينضم لي برشلونة مارتينيز رسميا بندية ريال مدريد ولوطارو مارتينيز إلى برشلونة دعونا الآن نرى تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة أولا تشكيلة 3rd Meringer Real Madrid Rubin Diez, Martinez Lherz, Haricain, Dovbeck Bucayu Koussaka, Lemminyamal, Alejandro Grimaldo Adimola Lokman, Martin Odegaard Declan Rice, Tonico, Antonio Rudiger Dani Olmo, Jude Bedingham, Cole Palmer هذه هي تشكيلة Real Madrid الآن تشكيلة Barcelona ماتو ميلز Dani Carvajal Granit Xhaka Hakan Chonaglo Vitinia Rudri Florian Verz Valverdi William Saliba Firfoden Erling Holland Kylian Babel Lautaro Martinez Williams وVenisio Junior أعتقد أن معظم اللاعبين الجيدين وممتازين ذهبوا لبرشلونة وقبل أن نذهب إلى F24 لا تنسوا اللايك على الشركة على القناة وتركوا تنبيهاتكم ويلا بنا لاتقوا يا حبيبي ارج enm ضع التحدي الأول تور Vota يلا التحدي الأول تور Vota خمسة بذت خمسة ريال مدريد برسلونة هذه تشكيلة برسلونة التي ستقوم وتسل smoke وهذه تشكيلة Real Madrid ضد برسلونة في تحدي الفول يلا بسم الله على مزارك الله بداية تحدي و بداية اول جولة هُميلز هُميلز الى الصليبا لا 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 Adele صليبة صليبة إلى فيكتور فيكتور يشد دو مارتينيز نصف دقيقة كبيرة الماضي يلا أوديكارد يلا أوديكارد وديكارد لا يحظ بسم الله على بركة اله يلا فيكتور فيني 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 مارتينيز بعدها يلا هوميز هوميز ومارتينيز والله أسطور هذا المارتينيز ونهاية المباراة سنذهب إلى هدف ذهبي أو ركلة الترجيح يلا خلوها ركلة الترجيح أحسن يلا فيني 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 يسجل نعم ساكا ساكا هل يسجل نعم ساكا يسجل هوميز هوميز نعم يسجل يلا عود يقار أكيد يسجل وديقار يسجل أكيد باو فيكتور باو فيكتور نعم يلا إذا ضيحها ستخسر ريال مادريد في هذا التحدي يمين يمال يمين يسجل نعم السجل صليبة صليبة يضيع أمام المارتينيز صليبة يضيع سجل ريال مادريد برشلونة يلا مارفل ونهاية المباراة والتحدي أو جولة الأولى بفوز ريال مادريد على برشلونة ريال مادريد رسميا ريال مادريد رسميا يفوز بالجولة الأولى في طور الفولتا على برشلونة إذن المرحلة الثانية والتحدي الثاني كأس العالم من يتوجه بكأس العالم يحق من يتوجه بكأس العالم هو اللي يفوز بالتحدي وإن لم يفوز للإثنين تنرى أي نادي حقق أعلى مركز إما برشلونة أو ريال مادريد المجموعة الأولى ريال مادريد قطر إسبانيا وهولندا المجموعة الثانية الولايات المتحدة المكسيك بلجيكا والأرجنتين المجموعة الثالثة إيطاليا البرتغال فرنسا كرواتيا المجموعة الآخرة والرابعة ألمانيا المغرب إنكترا وبرشلوني الآن ننتقل إلى نهاية البطولة أو دعونا نرى أعلى نادي جبنا وسنرى أي نادي جب مركز أعلى آه برشلوني تم إقصائه رسميا يعني ريال مدريد رح يفوز بهذا التحدي لأنه سيقابل الأرجنتين ريال مدريد خرج من الدور الثاني يعني برشلوني خسر الجولة وريال مدريد فاز بهذه الجولة الثانية على التوالي لم يفوز بالطبع بهذه البطولة ولكن ريال مدريد بلغ أعلى دور له في هذه البطولة وهو الدور الثاني برشلوني خرج من دور المجموعة الآن تحدي الثالث وهو المواجهة المباشرة بين ريال مدريد وبرشلوني ما زال هناك تحدي أخير يعني يجب على برشلوني أن يفوز من أجل أن يكون له آمل كبير جدا في تحقيق التعادل وإن فاز ريال مدريد فبدون شك ريال مدريد سيفوز بهذا التحدي رسميا يلا لاتتجو إلى المباراة دخلوا لعبين ريال مدريد إلى أرضية الميدان ترى من سيفوز بارتلونا أم ريال مدريد بارتلونا في مواجهة سبع مع الميرنج ريال مدريد يلا انتلقوا من فينيسيوس فينيسيوس ضد الميرنج ريال مدريد كيريان بابي مع البداية يسجل كيريان بابي مع البداية فهل سمانا عودة كاتالونية بقيادة لاعبين من ريال مدريد في الواقعة ما هذا التوزيع وما هذا الغل التحدي الرابع والأخير هو تحدي الفوز بدور أبطال أوروبا فهل سيستطيع ريال مدريد أو بارشلونا الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا في حال بارشلونا لم يخسر في هذه المباراة ولم يخسر في هذه الجولة إذا فاز رح ننتقل مباشرة إلى التحدي الأخير وإن فاز ريال مدريد فليس علينا ذهاب إلى ذلك التحدي كين 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 ونقوض ضياح يلا 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 ساكا ساكا والقائم تاكا يتقدم غول فالفيردي يقضي على ريال مدريد وعلى أمال في العودة ري ورisha رسمياً فالفيردي طريقة إحتفالي دينج هلند ترون هذه التوزيع رايعة من تاكا 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 إلى فالفيردي فالفيردي ك suntك Environment ونهاية المباراة رسمياً برسلونا يفوز بهذا التحدي وهذه الجولة في المواجهة المباشرة برسلونا في المواجهة المباشرة برسلونا يفوز على ريال مدري إذن يا جماعة الخير التحدي الأخير وهو التتويج بدور أبطال أوروبا إذا ما توجه الفريقان بدور أبطال أوروبا فسنرى أعلى نادي حقق سنرى نادي الذي حقق مركز أعلى في البطولة مثل ما تشاهدون نحن في الدولة الإسبانية برسلونا وريال مدريد هنا الآن ننتقل إلى آخر الموسم ونرى ماذا سيحدث مع ريال مدريد وبرسلونا إذا فز ريال مدريد رسميا ريال مدريد هو الفائز بهذا التحدي إذا فز برسلونا سيكون هناك تعادل ونذهب إلى تحدي خامس وأخير وسنرى ما هو هذا التحدي دعوني إلى أطريقكم يا لبنا لاتس جو إلى نهاية المبسعة معاه إذا جمعات الخير وصلنا إلى نهاية هذا التحدي الأخير والمصيري جدا من يتوج بدور أبطال أوروبا ريال مدريد أو برسلونا بتشكيلات البالوندور إذا المجموعة الأولى إنتر، أسطنفيلة، شتوتغارت وشاكتا دونسك تأهل الإنتر وأسطنفيلة المجموعة الثانية ميلن، أيندهوفن، سبارتاك براغا، و إيشبيديا تأهل ميلن وأيندهوفن المجموعة الثالثة برسلونا خرجا من دور المجموعة لا حول ولا قوة إلا بالله بالرغم أنه يمتلك نجوم عدة بابي، فينيسيوس، العديد من النجوم المجموعة الثالثة أوكي دعونا منها لا يوجد ريال مدريد، أين ريال مدريد؟ ريال مدريد تأهل من مجموعته بـ 15 نقطة تأهل إلى الدورة السادس عشر ولقى أستون فيلا وفاز في مجموع اللقاءين 5-1 إلى الربع النهائي ريال مدريد وجاء بايرل ليفيركوزن وفاز عليهم 5-2 في مجموع اللقاءين والله أساطير أساطير بالرغم أن برسلونا فاز بالعديد من اللاعبين في القرعة الآن ريال مدريد تأهل إلى النصف النهائي سيلاقي نادي إنتر ميلان الإيطالي وفاز عليهم 4-2 يعني ريال مدريد إلى النهائي نعم هل يفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي؟ لأن السيتي تغلب على أرسلال 3-1 في مجموع اللقاءين هل فاز ريال مدريد أم خسر؟ بسم الله 3-2-1 ريال مدريد رسميا يفوز بهذا التحدي لأنه فاز بدور أبطال أوروبا يا السلام بالرغم أن معظم اللاعبين غادروا منه بقي فقط بلينغ هام وبعض اللاعبين وبرشلونا فاز بين بابي وفينيسوس من أهم ركائز ريال مدريد والفيردي أيضا إلا أن ريال مدريد فاز بركلات الترجيع 4-1 وفاز باللقب رسميا عندما تأهل من دور المجموعات لأن برشلونا خاصرة إذن هدف دوري أبطال أوروبا هو جاك غريليش بثلاثة عشر هدفا ولكن هاري كين هو هدف أيضا منصفة مع غريليش ثلاثة عشر هدفا إذا ريال مدريد يفوز بثلاث تحديات من أسس الأربع تحديات لو فاز برشلونا بهذا التحدي كنا سنذهب إلى تحدي خمس ووركة الترجيح ولكن ريال مدريد فعلا مستحيد ويبرهن مجددا بأنه أفضل نادي في التاريخ فاز بثلاث تحديات أو في ثلاث جولات وبرشلونا فاز فقط بجولة واحدة وفي تحدي واحد فقط وإلى هنا صنع نهاية هذا الفيديو وهذا التحدي الغريب العجيب جدا بتشكيلة البالوندور أتمنى أن تعجبكم لا تحب عليكم باللايك على اشترك بالقناة وتفشيل التنبيهات أعطونا عراءكم وأفكاركم الغريبة والنيرة في صندوق التعليقات وقدمت في ريئي تاليوح هذا السلام